هل أثر الملء الأخير على كمية المياه اللي جات لمصر هذا العام؟ يعني أنتوا راصدين إيه دلوقتي؟ الناس بتقول أنه هناك انخفاض في مستوى النيل الآن هل هذا صحيح؟ بس حالك هي ليست بالقضية أبدا فيه كميات المياه ولكن احنا بمتكلم دائما على وجود اتفاق قانوني عادل وملزم إنما يكون فيه إجراءات أحادية من الجانب الأسيوبي الهدف هنا أنا بعمل اتفاق دائم وملزم دائم بمعنى أنه ممكن بعد فترة من الزمن يكون فيه حالة جفاف أو جفاف ممتد أنا عايز يكون في اتفاق إنما أنت لم تتأثر هذا العام بالملء الرابع بسيب عنه هو ده الكلام لازم يتحسب في نهاية العام المائي يعني في شهر السبعة القادم إن شاء الله مع نهاية العام المائي نقدر إن إحنا نحسب كميات المياه اللي تم اختزانها في السد النهضة الأسيوبي لإن إحنا نحسب كمية المياه الواردة إلى مصر خلال عام مائي كامل ولكن في جميع الأحوال الألاضية هنا هي الإجراءات الأحادية للجانب الأسيوبي اللي إحنا بنطالب بسببها إن يكون فيه اتفاق قانوني عادل وملزم بحيث إن أنا في جميع الحالات أقدر أعمل عملية تشغيل وملء للسد أو إعادة ملء دوت في جميع الحالات في الحالات العادية أو في حالات الجفاف أو الجفاف الممتد بشكل واضح وملزم بحيث إن يعني يكون عملية إدارة الموارد المائية بشكل واضح وبترضي الثلاث دول مصر والسودان وأسيوبيا مهندس محمد غانم متحدث باس مزارة الرأي والموارد المائية بشكرك شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر